يبقى الخوف ده حاجة أنا متوقعها ومش عايزها أو حاجة أنا عايزها وخايف ما تحصلش والخوف مبني على حاجتين توقعات وافتراضات والحاجة التانية اللي مبني عليها حاجات حقيقية فعلا بتسبب لي مشاعر مش جيدة بخاف منها قلبي عارفين القلب لما يدق ويدقه هو مش يعني فيه فرق كبير جدا بين الإثارة والساسبانس يعني والإحساس بالترقب وبين الخوف الخوف مش مش ترقب الخوف يعني سلبي وقوي جدا واللي يقبع في الخوف يتعطل عن حاجات كتير قوي لكن له جانبين إذا خلاك تستعد وتتأهل وتحافظ على نفسك فيبقى هو الخوف الإيجابي الخوف الجيد لأن احنا كلنا عندنا مخاوف الأطفال من ساعة ما يبدأ عندهم الإدراك والوعي عندهم مخاوف لأنه الخوف من أسرار البقاء في حاجات بخاف منها عشان أحمي نفسي وحافظ عليها وفي حاجات الجانب التاني بقى إذا استسلمت للخوف الحياة كلها ممكن تقف إذا تأملنا الموضوع بتاع المخاوف ده هنلاقيه بيحصل في كل لعمليات الاتصال أنا مع نفسي كده وأنا بتكلم مع نفسي كده لقيني في حاجات بتخوفني وأقولها لنفسي وحتى الإدراك في الطفولة المبكرة يبدأ الخوف يصاحب الإدراك فلما يدرك الطفل أنه أمه هي مصدر الحماية والرعاية والإطعام والبقاء لما تختفي عنه يخاف لما ييجي بعد شوية يبدأ يطفطم أو يروح المدرسة أو يروح حضانة تلاقيه خاف لسه خايف يواجه الناس خايف يواجه مجتمع عشان كده لازم العمليات دي تمر بنقومة شديدة وبإدراك وبوعي كبير جدا من الأم والأب وكل من يقدم الرعاية للطفل لأن إذا ترسخت تجارب الخوف في قلب الإنسان بتفضل معاه سنين طويلة جدا وبتبوز الحياة ورغم أن الخوف فطري وهي فكرة جوا دماغ الإنسان من بدايته فكرة يعني أمك مش هترميك يعني في المعتاد مفيش أمها هترمي ابنها لكن هو خوف فطري مبني على حاجات مش حقيقية تصورات مش حقيقية وهنا الخوف بقى ممكن يفضل معانا مبني على تصورات مش حقيقية عشان كده فيما قولها تقول لك أن الحاجة الأوحش توقع يحصل أحسن ما تقعد منتظره الانتظار أسوأ حاجة تدمر الإنسان لأن الانتظار خوف مضاعف أنت طلوقت فكر نفسك عايش كويس لأن الحاجة الوحشة ما حصلتش لأ ده أنت طلوقت عايد مستنيها فطول الوقت خايف إنها تحصل وساعات إن الحاجة تحصل يبقى أقل أقل في المشاعر من إنك متوقع أو مستني أو قاعد بتعد يا رب ما تحصلش يا رب ما تحصلش يا رب ما تحصلش لا أعد نفسك إذا كان ولابد يعني افتح التوقعات لسيناريوهات كتير أو توقع الأفضل وإذا توقعت كل السيناريوهات وفتحتها توقعها كلها ويعرف إنه لطف ربنا سبحانه وتعالى بينزل مع أقداره من العظمة من العظمة في أقدار الله إنها مصاحبة دائما بلطفه عشان كده إذا كان الخوف فطري فلازم ما استسلمش ولازم عمليات اللي بتتم وبلاحظ فيها خوف أطم من اللي حوالي وأطم من نفسي طيب يبقى الخوف ده ظهر في أول حاجة كده في كلامي مع نفسي بعد كده بينتقل بقى لكلامي مع الآخرين وبينتقل تلاقي في ناس بتدعم أفكار الخوف فتلاقي أعدتك مع ناس تدعم مخاوفك وتلاقي أعدتك مع ناس تانية تدعم اطمئنانك إذا ما تتعاملناش مع الخوف اللي جوانا وسبناه يطلع برانا وانتشر كده حوالينا إلا إذا كنت بتتكلم علشان تاخد احتياطات معينة يعني لو إنت بتبث الرعب والخوف في نفوس الناس بس كده عشان إنت بتعطلهم حياتهم زي ما حياتك بتعطلها يبقى أنت بتخطئ في حق نفسك وحقه فإذا رجعت نفسي في مخاوف اللي جوايا قبل ما تطلع برايا وعالجتها جوايا ارتحت ومجتمع اللي حوالي ارتاح طب هي ممكن تتعالج طبعا ممكن تتعالج الخوف مخلوق مخلوق مع الإنسان إذا سبناه ينمو ويكبر ويتوحش على الإنسان يصغر الإنسان ويكبر الخوف فتلاقي مين اللي بينتصر في التجربة وفي الرحلة كلها مخاوفي فتعطلني عن كل حاجة حلوة أنا عايز أعملها لكن الخوف على الجانب الإيجابي اللي هو خلى الإنسان يبقى عنده بيت عشان يحتمي من الطبيعة ومن مخاطرات والحيوانات والهجوم اللي ممكن يتوقع ده مع بداية الإنسان خاف فاحتمى طب دلوقتي كيف يحتمي؟ يحتمي بالوعي أول حاجة تحاصر بيها خوفك هو الوعي وإدراك كل الأشياء اللي ممكن تحصل وتقبلها والخوف يخلينا نحط رشتة كده للتعامل معها فاكرين الأسبوع اللي فات لما لقينا مخاوف كتير جدا عند المتصلين بينا من أصدقائنا المستمعين فبعضهم قال لما التجربة حصلت طلعت أقلب كتير من خوفي من إنها تحصل ومستمعين تاني قالوا إن بسبب الخوف اللي تربينا عليه مش عارفين نسيب نفسنا نعمل اللي نفسنا نعمله فتكتيفة وتعطيل ومصادرة على المستقبل لإنك ساعت تخاف لدرجة إنك تفرد على نفسك قيود عشان خايف من توقعات أنت مش عايز تروح لها ياه قد كده الخوف ده يعني قاسي وصعب آه قاسي وصعب ومتعدد فتلاقي فيه ناس بتخاف من الأمراض وناس بتخاف من مواجهة الناس وناس بتخاف من الموت ناس بتخاف من المستقبل ناس تخاف من الهجر والفقد فتلاقيه متمسك باللمعاه لدرجة إقزيه ولدرجة إن لما اللي معاه يطغى عليه برضو هو متمسك بيه عشان هو خايف جدا من مشاعر الفقد والهجر فيه ناس تخاف من تقلب مشاعر الناس وفي ناس تخاف من الفقر وفي ناس تخاف من الخيانة تتعرض لخيانة فتتقلم والخوف من الألم هو أساس الخوف لأنه هو الخوف ألم ومرتبط دايما بالحزن عشان كده رشدة المخاوف وعلاج المخاوف ضروري جدا نتعلمها في ناس تخاف من الوحدة فتفضل متمسكة باللي معاها مهما كانت الصحبة رغم أن المثل بيقولك الوحدة خيره من جليس السوق لكن في ناس من المخاوف الأساسية الوحدة والوحدة من أكتر المخاوف انتشارا لأن هي بيبقى الإنسان خايف أنه يعيش بعيد عن شخص هو متعلق به أو بعيد عن مجتمع آمن منطقة الراحة فبيركن فيركن وخايف يتحرك برا منطقة الراحة فتلاقيه بيستحمل عدم تطوره ويستحمل تأخره في سبيل أنه ما يخرجش من منطقة الراحة لأنه خايف وبعض الناس بيوصلوا بالمخاوف لدرجة الاكتئاب طب هنا أعمل إيه؟ عندي أساليب أتغلب بيها على الخوف أساليب تتعلق بأنا بقول لنفسي إيه؟ وأساليب تانية تتعلق بمجتمع المحيط هو مين؟ وأثروا علي إيه؟ يبقى مستويين أساسيين بتعامل فيهم عشان أحاصر الخوف في المستوى الأول الجواية والمستوى الثاني التواصل مع شبكة علاقات داعمة مساندة مطمئنة وفاصل وناخد روشيتة بقى على بعضها دكتور مود إحنا لسه معيكم على الشباب الرياضة